بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الوحدة الدالة المتسامية الثانية وهي الدالة الأسية الطبيعية يمكن أن نعرف الدالة الأسية الطبيعية بالتعريف الدالي تعريف تعرف الدالة الأسية والتي يرمز لها بإكسبون إي إي أكس بي أو أول سلاسة أحرف من كلمة إكسبونينشل بأنها الدالة العكسية للدالة اللغارتمية الطبيعية أي Y تساوي إكسبونينشل X إذا وفقت إذا كانت الـ X تساوي إلى لغارتم الـ Y طبعا من هذا التعريف بما أن الدالة هي دالة عكسية فنحن نعلم سابقا إن الدالة اللغارتمية الطبيعية هي دالة كان مجالها هي الفترة من صفر إلى ما لا نهاي ومداها كان عبارة عن كل R الآن بما أن الإكسبونينشل هي الدالة العكسية لهذه الدالة فإن الإكسبونينشل استناد إلى تعريف الدالة العكسية سيكون مجالها هو المدى تبع الدالة اللغارتمية أي سيكون مجالها R أما مداها فسيكون هو مجال اللغارتمية أي هو الفترة من صفر إلى ما لا نهاي الآن ممكن أن أعرف العدد E يعرف العدد E بأنه العدد الحقيقي الموجب الذي يحقق إن لغارتمي E يساوي الواحد إذن العدد الذي يحقق هذه العلاقة يسمى بالعدد E بسهولة نجد بالحسابات بالآل الحسب يمكن أن نجد أن E محصور بين 2.7 و 2.8 كذلك الأمر إذا كان X أي عدد حقيقي عنده إذن فإنني أستطيع أن أعرف دالة هي الدالة Y تساوي E أو X بالشكل التالي إن Y تساوي E أو X إذا فقط إذا كان X يساوي إلى لغارتمي Y الآن إذا قررنا هذا التعريف مع هذا التعريف لو وجدنا أن الطرف الأيمن في هذا التكافؤ X يساوي لغارتمي Y هو نفس الطرف الأيمن هنا وبالتالي أستنتج أن الطرف الأيسر يجب أن يكون هو نفسه الطرف الأيسر من هذه العلاقة وبالمقارنة بين هاتين العلاقتين نستنتج أن E أو X هو نفسه الإكسبونينشل X وكل الرمزين مستخدم هذا الرمز يستخدم في الآلات الحاسبة والحسابات العددية وهذا الرمز يستخدم بالكتب على أنه يمثل الدالة E يمكن أن أعطي الخواص التالية للدالة الأسية أول خاصة أن نهاية الإكسبونينشل X عندما X تسعى إلى ما لا نهاية هي ما لا نهاية ونهايتها عندما X تسعى إلى سلب ما لا نهاية هي صفر كذلك الأمر نحن نعلم النظرية التي تقول إذا كان F لأف نائس واحد الإكس هي عبارة عن الإكس وف نائس واحد لأف الإكس هي عبارة عن الإكس أيضا فإذا حطينا بدل الإف لغارتم والإي فإني أحصل على النظرية التالية لغارتم إي أس إكس فإن اللغارتم وعكسه يأكلاني بعض ويبقى معي الإكس كذلك الأمر إذا هون حطينا إي أس لغارتم الإيكس إذا إي أس لغارتم إيكس فإن اللغارتم يأكل الإيف ويبقى لدي الإكس ممكن أن نعطي الآن أيضا قاعدة الاشتقاق للدالة الأسية قاعدة الاشتقاق للدالة الأسية فإنني أقول إن مشتقل إي أس إكس يساوي إي أس إكس هذا من جهة طبعا من أين جاءت هذا يمكن بالاستناد إلى مبدأ الاشتقاق اللغارتم إي إذا كانت الواي تساوي إي أس إكس بالاشتقاق اللغارتم إي أولا نأخذ لغارتم الطرفية فإن لغارتم الواي يساوي لغارتم إي أس إكس وهذا يساوي إلى X بلغارة من E هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية يشتق الطرفين فإن الواي فتح على الواي يساوي مشتق الأول في الثاني لكن لغارة من E هي واحد حسب ما عرفنا إذن هنا مع الـ X مشتقه هو واحد نضرب الطرفين أخيرا بالـ Y فنحصى على الـ Y شرطة يساوي إلى الـ Y يعني يساوي إلى EOS X أي أن مشتق EOS X هي EOS X ومشتق EOS F في الـ X إذن هنا عندي دالة تحوي في قلبها دالة هذه الاشتقاق تطبق عليها السلسلة نشتق الخارجي مشتق E هو نفسه E ثم نضرب بمشتقة الداخلية مشتقة الـ F هي الـ F فتحة أي أنها تُكتب علاقة الاشتقاق بهذا الشكل لنأخذ مثال على هذه إذا كانت الـ X تربيع F في الـ X هي X تربيع بـ EOS X المطلوب أوجد مشتقة هذه الدالة طبعا الـ F فتحة عندي هنا جدالة لتنهي مشتقة الأول في الثاني زائد مشتقة الثاني في الأول لكن مشتقة الـ X تربيع هي 2X بـ EOS X ومشتقة الـ EOS X هي EOS X أيضا هنا الـ Y تساوي EOS ليست X وإنما EOS J X إذن هذا هو الجي اكس أو الـ F X فإن مشتقه حسب السلسلة نشتق نفسه EOS J X ضرب مشتقة الجي إذن هذا الـ Y فتحة يساوي EOS جزر X تربيع زائد 1 ضرب مشتقة جزر X تربيع زائد 1 ولكن مشتقة جزر X تربيع هي مشتقة تحت الجزر على ضعفة الجزر أي يساوي إلى EOS جزر X تربيع زائد 1 وهذا مشتقة 2X على 2 تحت الجزر X تربيع زائد 1 2 مع 2 يمكن إختصارا فنحصل على XPEOS جزر على تحت الجزر X تربيع زائد 1 إذن هذه قاعدة الاجتقاق للدالة الأسية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته